حياكم الله مشاهدين اشارتنا اليوم السبت 7 نوفمبر في شهر نوفمبر تتأثر الدولة بمرور من خفضات الجوية القادمة من الغرب في طبقات الجو العليا والسطحية والتي تعمل على تحرك السحب من الغرب في اتجاه الدولة كما تتطور هذه السحب الى سحب ركامية احيانا تكون مصحوبة بسقوط الامطار ومن خلال السجلات المناخية للمركز الوطني لارصاد الجوي والزرازل فقد بلغت اعلى مجموع كميات امطار سجلت على الدولة في هذا الشهر 211 مليمتر في دلمة سنة 2013 ونتقل من هذه المعلومة لاجوال امس حيث كان الطص صحو بوجه نعام وغائم جزئيا احيانا على بعض المناطق اما صباح هذا اليوم فقد تشكل الضباب على بعض المناطق الغربية الداخلية وانخفضت الرؤية الى 50 متر على ليوة وبالنسبة للطص الحالي حيث تشير اخر صور الاخمار الاصطناعية المتقصة الصباح هذا اليوم الى خلوة دولة من السحب بوجه نعام كما نلاحظ ايضا وجود كتل من السحب المنخفضة والركامية المصحوبة للعاصفة الاستوائية ميق والمتواجدة حاليا جنوب غرب بحر العرب اما درجات الحرارة الحالية والمسجلة في حدود الساعة الحدية عشر فاقلها الصغرى حاليا 19.2 في جبل جس بينما على حاليا في عجمان 32.3 درجة مئوية بينما بالامس كانت العظمى 37.3 في سويحان الساعة الثالثة والربع ظهرا والان مع التقص المتوقع حيث تشير الخارط السطحية المحللة صباح هذا اليوم الى امتداد منخفض الجوي من الغرب باتجاه الدولة مصحوبا برياح جنوبية شرقية وشرقية تتحول بعد الظهر الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة الشرعة ليكون التقص صحو بوجه نعام وغائم جزئيا على بعض المناطق حيث تزداد كميات السحب ليلا وصباح الغد على بعض المناطق الشمالية والشرقية وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف ومع درجات الحرام شاهدين أنه متوقع لهذا اليوم على المناطق الساحلية في أوائل الثلاثينات بينما على المناطق الداخلية في أواصط الثلاثينات وختاما على المناطق الجبلية في أواصط العشرينات ونتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي يكون من خفيف إلى متوسط بوجه عام وارتباع الموج يتراوح ما بين قدم إلى 2 قرب الساحل ومن 2 إلى 4 أقدام بالعمق المد 11-4 دقيقة صباحاً الجزر 25 دقيقة عصراً أما في بحر عمانف يكون من خفيف إلى متوسط وارتباع الموج يتراوح ما بين قدم إلى 3 قرب الساحل ومن 2 إلى 4 يصيح إلى 5 أقدام بالعمق المد 47 مساء والجزر 21 و 26 ظهرا بالنسبة لوقات غروب وشروق الشمس على مدينة أبوظبي الغروب بإذن الله عند الساعة 35 مساء والشروق عند الساعة 36 و 34 صباحا أما وقات اختفاء وظهور القمر الاختفاء عند الساعة 13 ظهرا والظهور عند الساعة 33 و 34 صباحا تقص الغد غائم جزي حيث تزداد كميات السحب تذريجيا ليلا خاصة شمالا قد يصاحبها سقوط بعض رمطار خفيفة مشاهدينا والآن نترككم مع التقص المتوقع لأيام المقبلة وفي أمان الله اشتركوا في القناة